وثيقة مسربة نشرتها وكالة السوشيتد بريس عن جدول زمني لستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول العملية السياسية في سوريا ويتوقع هذا الجدول السري الذي أعده مسؤولون في الإدارة الأمريكية تخلي الأسد عن منصبه والمغادرة مع مجموعة من المقربين في آذار 2017 وبحسب الوثيقة فإن الجدول الزمني موزع على الشكل التالي نيسان 2016 تشكيل لجنة أمنية من النظام والمعارضة إصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين تشكيل هيئة حكم انتقالية دون تحديد صلاحيتها أيار مايو 2016 حل البرلمان عند انتهاء ولايته تسمية مجلس تشريعي مؤقت اعتراف مجلس الأمن الدولي بشرعية الهيئة الانتقالية عقد مؤتمر للإعمار والمصالح الوطنية بين حزيران وكانون الأول 2016 العمل على صياغة دستور جديد للبلاد كانون الثاني 2017 الاستفتاء على الدستور الجديد آذار 2017 بشار الأسد يتخلى عن صلاحياته وتغادر معه الحلقة الضيقة هيئة الحكم الانتقالية تمارس سلطات تنفيذية كاملة آب 2017 تشكيل حكومة جديدة ويستند الجدول الزمني على الخطة التي أقرها مجلس الأمن في كانون الأول الماضي والمنبثقة أساسا عن مؤتمر فيينا في تشرين الثاني 2015 لكن وبالتزامن مع تسريب هذه الوثيقة سرعان ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أنها وثيقة أولية مطروحة للنقاش لدى مسؤولي الإدارة الأمريكية وليست قرارا مشيرا إلى أن الاعتراضات على الخطة من قبل الأطراف الدولية لن يكون لها تأثير بالغ على الحل في سوريا وبناء على تلك الوثيقة فإن رئيس النظام سيبقى في السلطة 19 شهرا من الآن ما يعني أنه سيبقى شهرين بعد رحيل أوباما من منصبه وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على عبارته الشهيرة أيام الأسد باتت معدودة التي قالها تحديدا نهاية عام 2012 بحسب الوكالة الأمريكية